من ضمن الأسئلة لو أنا مستوى ضعيف في اللغة الإنجليزية وبعرف أقرأ اللغة الإنجليش كويس بس ما بعرفش ترجم هل في السلك الدبلوماسي هتكون فرص ضعيفة؟ المطلوب يا جماعة الخير في السلك الدبلوماسي أن حضرتك تجاوب على الأسئلة باللغة الإنجليزية الاختبارات اللي بيكون مطلوبة بيبقى فيه كتير جدا من اللي امتحنت باللغة الإنجليزية وبيبقى مطلوب من حضاك أنك تجاوب عليها وطبعا تجاوب عليها إجابات شاملة مش بتكتب مينيمز مصطفى لا بتكتب وترد وتربط لأنك بترد على مادة علاقات دولية أو قوانين أو ترجمة فلازم تكون كلها بلغة الإنجليزية رصينا هل مستواج ضعيف في فكرة الترجمة؟ الترجمة لا لأ لأ أنت تبقى محتاج أنك بل بس الترجمة أنك بتكتب في الرايتنج مهم جدا زائد أنك لما تيجيت في الانترفيو في الانترفيو ممكن يسألوك باللغة الإنجليزية في هذه الحالة تعملها تصوت وتسرخ لا لازم أن حضاك ترفت رد فضع عنصر مهم فنصيحة من اللي لو مستواج ضعيف في اللغة الإنجليزية ما تقدمش غير لما تبقى متحسن مستواك علشان حرام ما تضيعش الفلوس على الفاضي وربنا وفاك وكتبك كل خير مرة تانية مش بنحبطك ومش بنعملك احنا بس بنوضح لحضرتك كل التفاصيل عشان تكون الدنيا بالنسبة لك واضحة وبالتوفيق إن شاء الله